بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين مرحبا بكم في قناة التعليمي التعلمي اليوم إن شاء الله سوف نتدرب على قراءة الحروف الساكنة إذن السكون هو على شكل دائرة بالنسبة لنطق الحرف الساكن لا ينطق وحده لأنه لا يشكل مقطعا صوتيا بل ينطق ويقرأ مع الحرف الذي قبله لأنهما يشكلان مقطعا صوتيا واحدا في اللغة العربية لا نبدأ بساكن دائما نبدأ بالمتحرك وكذلك هناك صعوبة إذا أردنا أن ننطق السكون يعني مستقلا فإنه يصعب نطقه وينطق بطريقة غير صحيحة لذا ينطق ويقرأ مع الحرف الذي قبله مع الحرف المتحرك متحرك سواء كان مفتوحا أو مقصورا أو مضموما العين مع الفتحة ع ع الياء مع علامة السكون عي عي النون مع تنوين الضم نون 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 عي نون عي نون عي نون عي الميم مع الكسرة مي مي الراء مع علامة السكون تون مير 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 الواو مع الفتحة و و الحاء مع الفتحة ح ح التاء مع تنوين الضم تون تون مير و ح تون مير و ح تون مير وح تون الحاء مع الفتحة ح ح القاف مع علامة السكون حق حق اللام مع تنوين الضم لن لن حق لن حق لن حق لن حق لن الجيم مع الضم جو جو الدال مع علامة السكون جد جد الراء مع مد الألف را را النون مع تنوين الضم نن نن جد را نن جد را نن جد را نن القاف مع الفتحة ق ق ق الواو مع علامة السكون قو قو السين مع تنوين الضم سن سن قو سن قو سن قو سن تن الباء مع الكسرة ب ب النون مع علامة السكون بن بن التاء مع تنوين الضم تن 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 بن تن بن تن 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 اللام مع الفتحة لَا لَا القاف مع علامة السكون لَق لَق اللام مع مد الألف لَا لَا ألقاف مع تنوين الضم قُن قُن لَق لَا قُن لَق لَا لَا قُن لَق لَا قُن حرف الزي مع الفتحة زَ زَ حرف الهاء مع علامة السكون زَه زَه الراء مع الفتحة الراء الراء التاء مع تنوين الضم تُن 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 زَه رَا تُن زَه رَا تُن زَهْرَ تُن زَهْرَ تُن الميم مع الفتحة مَا مَا أَسِن مع علامة السكون مَس 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 الراء مع الفتحة رَا رَا الحاء مع تنوين الضم حُن حُن مَس رَا حُن مَس رَا حُن مَسْرَحٌ إذن أعيد قراءة هذه الكلمات عينٌ مِرْوحةٌ حقلٌ جُدرانٌ قَوْسٌ قَوْسٌ بِنْتٌ لَقْلَاقٌ زَهْرَةٌ مَسْرَحٌ إذن نؤكد على قراءة الحروب في الساكنة فهي لا تقرأ مستقلةً بل تقرأ دائماً مع الحرف المتحرك قبلها عَيْ مِرْ حَقْ جُدْ قَوْ بِنْ لَقَ زَهْ مَسْ وَبِهَدَا نَكُونُ قَدْ أَنْحَيْنَا دَرْسَنَا هَذَا وَإِلَى دَرْسٍ جَدِيدٍ بِحَوْلِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ وَالسَّلَامُ عَلِيْكُمْ وَالسَّلَامُ عَلِيْكُمْ